ألف ومئتان مريض في البلاد مصابون بمرض الباركنسون وأسباب الإصابة غير معروفة وزارة الصحة وفرت كافة السبل والخدمات المتقدمة لهم في مختلف أقسام الأعصاب في المستشفيات التخصصية اليوم التوعوي الرابع لمرض الباركنسون الذي ينظمه قسم الأعصاب في مستشفى بن سينة يعد منصة هامة للمرضى لتعرف على طبيعة الخدمات المقدمة لهم وتوعيتهم بالالتزام بالخطة العلاجية وممارسة الرياضة لتخفيف من حدة المرض تجارب نرائدة للتخفيف من حدة مرض الباركنسون خابها أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في قسم الأعصاب بمستشفى بن سينة هنا كنا في قطر والدولة مقصرة ذهبنا للعلاج في الخارج ولكن مغارنة بما وجدنا هنا والاهتمام من الكويت كان جيدين تابعتهم المريض وتعديل جرعات الدواء هذه اعتمد على الملاحظة وتعديل الجرعات كيف شايف العلاج؟ الحمد لله العلاج خويس أسباب الإصابة بالباركنسون غير معروفة وخمسة في المئة تحدث لأسباب وراثية ومع تقدم العمر وزارة الصحة مشكورة على أنهم يحضرون دوائي من علمانهم من بره يقدمون دوائي يجبون لي وأشكرهم في المعاملة الطيبة التي أتلقاهم منهم في المستشفى بن سينة يعطيكم الصحة والعافية ووقتي توأم وفجأة صار فينا أن يأتي المرض باركنسون حسنا براجفة بيد لو كذي وإن رحنا ويقولون لباركنسون نفيكم قبل طبعا 17 سنة كذي مو يتوأ بس الحمد لله لأن تعود على المرض أغلب مرضى الباركنسون في البلاد يتناولون الأدوية للتخفيف من حدة المرض بينما يلجأ الطبيب المعالج إلى وضع البطاريات للحالات المتقدمة لما تصير المراحل المتقدمة في المرض لا تستجيب الأدوية أو أنك تحتاج إلى عدد أكثر من الأدوية يعني تحتاج إلى أن المريض يأهض خمسة أو ست مرات في اليوم هنا يدعوك إلى التدخل الجراحي إذا يسمع التدخل الجراحي يعني الرأس ما فيه أي مشاكل ما فيه أي عمليات ما فيه أي مشكلة فتقدر تحط البطارية توصل الوايرات وتحط البطارية في أعلى الصدر عشرة مرضى مصابون بالباركنسون في البلاد زرعت لهم بطارية كما وفرت وزارة الصحاء العديد من الأجهزة والمضخات المتقدمة للمرضى في بعض الأحيان هم هذا من المراحل المتقدمة هو إما وضع نبوه في الأمعاء ونوصل دواء لديو دوبا وتوصيلها وعندنا كذا حالة بالكويت أو مضخة الأبومورفن فيه الدواء اسمه الأبومورفن يوضع له مضخة كل مريض له دواعي منه هذا اللي يروح حق العلاج هذا منه يروح حق البطارية منه ينحط حق البوم الغالبية العظمى من المرضى على الأدوية 1200 مريض في البلاد مصابون بمرض الباركنسون يراجعون في مختلف المستشفيات و700 حالة يراجعون في قسم الأعصاب في مستشفى ابن سينة لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت